دعم مجموعة الدولية دعم للسورية التي يرأسها روسيا والولايات المتحدة نعم من العاصمة الروسية موسكو شكرا لدكتور يوريزيني كبير الباحثين بمعهد العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية طلب البيت الأبيض حكومة رئيس السوري بشار الأسد بالوفاء بالتزاماتها في اتفاقي وقف الأعمال القتالية في سوريا وشيرا إلى ضرورة استخدام موسكو لنفوذها لحمل الأسد على ذلك كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد صرح في وقت سابق في جينيف أن النزاع في سوريا أصبح في نواحي عدة خارج نتاق السيطرة متعاهدا ببدل الجهود لإنقاذ الهدنة في الساعة القادمة لإنهاء النزاع المستمر منذ خمسة أعوام مؤكدا في الوقت ذاته أن اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي لا يزال متماسكا في أجزاء من البلد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بنجيمون عن أمله بأن يشمل وقف إطلاق النار في سوريا مدينة حلب بشمال البلد قد حث مون كل من الولايات المتحدة وروسيا على مضاعفة الجهود لإحياء وقف الأعمال القتالية التي بدأ تنفيذه في فبراير الماضي لكنه تعرض لانتهاكات متعددة في الأيام الأخيرة معربا عن قلقه حيال التصايد الخطير للمعارك في حلب والمناطق المحيطة بها ونتج عن ذلك من معاناة شديدة للمتنيين أطلق الجيش التركي النار على منطقة سوريا يسيطر عليها تنظيم داعش أدى على سقوط صواريخ على بلدة كيلس الحدودية من جهة أخرى قتل 13 مدنيا على الأقل وأصيب آخرون بينما قتل خمسة من عناصر تنظيم داعش جراء غرات جوية مكثفة استهدفت مدينة الرقة معاقل تنظيم داعش في سوريا تزامنا انقصفت الفصائل المعارضة صباح اليوم بشكل مكثف الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في مدينة حلب في شمال سوريا مما أصفر عن مقتل أربعة مدنيين من بينهم طفل وأصابت حوالي خمسين آخرين بجرح يلتقي اليوم الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بوفد الحكومة اليمنية في الكويت للاستماع إلى الأسباب التي دفعتهم إلى تعليق المشاركة في المفاوضات كان زياني قد التقى أمس المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد حيث بحثاء المستجدات المتعلقة بالمشاورات التي تصدفها دولة الكويت حاليا بشأن الأزمة الليبية يسكن أن المبوث الأممي قد اجتمع أمس أيضا مع وفدي الحكومة اليمنية وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وشخصيات دبلوماسية وسياسية حول بلورة إطار استراتيجي يجمع طروحات الوفدين وصلت إلى ميناء الحديدة سافينة مساعدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية تحمله 86 طن من الأدوية والمعدات الطبية كمساعدات لمحافظات الحديدة وحجة وريمة والمحويد بشمال اليمن صرح مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة الدكتور عبد الرحمن جرال بأن هذه المساعدات سيكون لها أثر كبير في تحسين مستوى الصحة في المحافظات من خلال توفير العلاجات الطبية التي تحتاجها الكثير من المستشفيات ويستفيد منها أبناء تلك المحافظات أكد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في موقف قوي رغم الاضطرابات السياسية في العراق أكد كارتر أن ما عزز موقف العبادي هي الإنجازات التي يحقيقها الجيش في ميدان المعركة والتزامه بالدولة غير الطائفية ويمثل موقف كارتر تجاه العبادي أحد أكثر المواقف الدعيمة لرئيس الحكومة العراقية بعد أشهر من التوتر السياسي في العراق يشهد العراق منذ أسابيع عدة موجة احتجاجات تطالب العبادي بإجراء إصلاحات في البلاد واقتحم متظاهرون قبل يومين المنطقة الخضراء ودخلوا إلى قاعات البرلمان قصف مسلح تنظيم داعش الإرهابي مساء أمس مواقع الحجد الشعبي في قرية بشير جنوبي كاركوك شمالي العراق بعد يوم من تحريرها بقضائف هون تحوي مواد كيموية مما أدى إلى إصابة 13 من عناصر الحجد الشعبي التركماني تزامنا نفذ طيران العراق والتحالف الدولي 64 طلعة جوية استهدفت مواقع وأليات تنظيم داعش الإرهابي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذكرت خليات الأعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن القوى الجوية العراقية نفذت 6 طلعات جوية وطيران الجيش 40 طلعة جوية شملت حماية الزائرين لمرقد الإمام موسى ابن جعفر القاظم في بغداد كما نفذ طيران التحالف الدولي 18 غارة استهدفت مواقع داعش في مناطق متفرقة بالعراق أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير وحدات تكتيكية أعلن الجيش التركي أن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني قاموا بمهاجمة موقع عسكري في جنوب شرق تركيا مما أدى إلى اندلاع اشتباك قتل فيه جنديان تركيان وخمسة من مقاتل الحزب كان جندي قد قتل وأصيب 26 في انفجار سيارات مفخخة استهدفت قوة الأمن في ديار بكر في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية التوتر في عموم تركيا صار سيد الموقف خاصة بعدما أعلنت أنقرة منذ عدة أشهر أنها بدأت حربا ضد تنظيم داعش الإرهابي إلا أن الشواهد باتت جالية أن الحرب جاءت كغطاء لاستهداف أحزاب كردية في الأساس مصادر عسكرية أعلنت عن سقوط عدد من القتلى والجرحة غالبيتهم من عناصر الجيش والشرطة إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت قوات الأمن في ديار بكر في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية الذي يشهد موجة من الهجمات الجيش التركي في بيان له وجه أصابع الاتهام إلى مسلح حزب العمال الكردستاني لافتا إلى أن بعض الجرحة في حالة خطرة التوتر لم يقف عند هذا الحد بل اندلع تبادل لإطلاق النار عندما حاولت الشرطة وقف سيارة مشبوهة تمكن ركابها من الفرار أصيب على إثرها أحد القضاء وثلاثة من رجال الشرطة بجروح وشهد جنوب شرق تركيا الأحد الماضي سلسلة هجمات إذ قتل اثنان من رجال الشرطة في انفجار سيارة مفخخة خارج مقر الشرطة في منطقة غازي عمتاب قرب الحدود السورية وقتل ثلاثة جنود في كمين نسب إلى المتمردين الأكراد في محافظة ماردين المجاورة وهو ما دع الصحافة التركية أن تطلق على هذا اليوم اسم الأحد الأسود وبعد وقف لإطلاق النار الدام لأكثر من عامين استؤنف النزاع الكردي الصيف الماضي ونسف مفاوضات السلام التي أطلقتها الحكومة في 2012 مع حزب العمال الكردستاني لوضع حد لتمرد أوقع أربعين ألف قتيل منذ 1984 عرب المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب عن أمله في حسم ترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة الأمريكية بالفوز في الانتخابات التمهيدية المقرر إجراؤها اليوم في ولاية إنديانا أما في حال هزيمة ترامب فسيتمكن خصمه سنتر تاكسيس تات كروز من الإعلان بصورة شرعية أن الانتخابات التمهيدية لم تحسم وبذلك تستمر حالة الترقب حتى الاقتراع في ولاية كاليفونيا في السابع من شهر يونيو كانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى تقدم كل من ترامب والديمقراطية هالوري كلينتون وذلك قبل ساعات من إجراء انتخابات إنديانا وصلت تائرات سولر إمبالس التي تعمل بالطاقة الشمسية وتسعى إلى إتمام رحلة حول العالم بلا وقود إلى مدينة فينكس في ولاية أريزونا بعد رحلة من سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا يذكر أن الطائرة التي طورها وتشرف عليها شركة مصدر الإماراتية كانت قد نجحت في عبور المحيط الهادئ بلا وقود عندما هبطت في سان فرانسيسكو الأمريكية بعد رحلة دامت لسلاسة أيام من جزر هواي كانت الطائرة قد بدأت رحلتها في شهر مارس من عام 2015 انطلاقا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي وتوقفت في عمان وميامار والصين واليابان نظم عراقيون احتفالية لقيادة السيارات في ساحة مخصصة للانتظار في مدينة أربيل من أجل استعراض مهاراتهم في القدرة والتحكم الهدف الأساسي من تلك الاحتفالية هو تنشيط السياحة الداخلية وتحسنها في ظل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد في محاولة لنسيان الأزمات السياسية والأمنية التي يعاني منها العراق شارك عراقيون في احتفالية لاستعراض مهاراتهم في قيادة السيارات أمام جمهور غفير في مدينة أربيل عشرات من أصحاب السيارات حضر الاحتفالية في اختبار للسرعة والقدرة على تحكم كل منهم في سيارته السيارات التي شاركت في الاحتفالية جرى ضبطها وتعديلها من حيث الشكل بحيث تبدو عليها لمسات وروح الشباب المشاركون في هذه الاحتفالية أكدوا أن الهدف منها أيضا هو تنشيط السياحة الداخلية للبلاد الفكرة بالنشاط هو تنخيط السياحة وتضخيف رياضة السيارات مثل ما قلنا بالبداية فالجاني حيث هي السيارات عندنا يستعرض مهاراتهم بسيارات مجهزة بهذا الموضوع لدعم السياحة لخلط أجواء رياضية للشباب وقد نظمت في إطار الاحتفالية أربع فئات لمنافسات مختلفة هي استعراض مهارات القيادة بشكل حر وحرق الإطارات بما يخرج أكبر قدر ممكن من الدخان وأجمل السيارة وأقوى صوت محرك وتباينت رغبات الجمهور بين مقترب ليشاهد احتراق إطارات السيارات المشاركة في هذه الفئة عن كثب وآخر قلس على مسافة آمنة مكتفيا بالمشاهدة من بعيد حرصا على سلامته لأن هذه الفعالية كلش عجبتني وحلوة هنا شهادة ثاني أنا جاي السياحة إحنا الشعب العراقي يعني جاي نعيش بحالة حرب ولازم نحتاج إليه فعالية ويأمل عشاق الإثارة ورياضة السيارات في العراق تنظيم مثل هذه الاحتفالية بشكل مستمر ومنتظم على غرار ما يحدث في العديد من دول العالم في الختام عنوين الأخبار رئيس مجلس نواب والوفد البرلماني يشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي في جوهانسبرغ إذانا باستئناف مصر لعضويتها رسميا به قتل وجرح في قصرينجوي على مدينة الرقة وديمستورا يلتق اليوم لافروف بموسكو لبحث ضمي حلب لنتقل هدنة السورية أزياني يلتق اليوم بوفد الحكومة اليمنية في الكويت أملا في استئناف مفاوضات السلام وإنهاء الحرب باليمن ترجمة نانسي قنقر